الأجيال ومع سهام الشمس وجدائل الجمر حتلجاني حجر بين سنانك وشوك تحت لسانك وحتصح من منامك وحتلجاني قدامك إفشحني ولحمي ستون عاما والشعر الشعبي رفيق دربه كتب عن فلسطين حين كان يعمل معلما في محافظة قنى المصرية عام 1961 وهناك التقى الشاعر المصري عبد الرحمن الأبنودي ومنذ ذلك الوقت تروي قصائده حكاية الفلاحين والكادحين عبد الرحمن كان من أولى الميزات بتاعته أنه بحب الفلاحين بحب الأرض بيعشق التعب والشجأ أنا بالتالي كنت برضو في اشتياق إلى الأرض ولكني بعيد عنها مغترب فبدأت يعني أخذ شيء من هذا الحب عاصر الرجل مرحلة القومية العربية وما اتبعها من تحولات سياسية واجتماعية كان لها الأثر على قصائده وأعماله الأدبية تنوعت موضعات الشعر الشعبي الفلسطيني بين السياسة وقضايا للمجتمع وغيرها الحياة في المدن والقرى الفلسطينية أخذت الاهتمام الأكبر من كتابات الشاعر أبو طبنجة وحينما تكون الأرض عنوان الصراعي مع الاحتلال الإسرائيلي يكون الشعر الشعبي الفلسطيني أداة في يد الفلسطيني لدفاع عن وطنها وكتبت عن القرية اللي فيها الفلاحة الفلسطينية اللي بتمشي لجوزها بتوديل الغداء وبترجع وهو في الحقل وهو في الكرم وهو في كل مكان كتبت عني لأن أنا أساسا أبوي مزارع وفلاح وأمي مزارع وفلاحة في السنوات العشر الماضية دمر الاحتلال منزله الواقع قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة أكثر من مرة ترك الرجل وعائلته المنطقة تقسرا في حين ظلت حاضرة في شعره حتى اليوم باس الخلافة التلفزيو العربي